بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك العلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا يا كريم هل تكلم النهاردة على بعد لما خلصنا الأصافجس وخلصنا الكلام على الستومك وتتفحص بفحص كلكم عارفينه اسمه بيريام ميل وكلكم طبعا عارفين هو بتعمل إزاي بنجيب المريض وهو صايم ست ساعات وبنعمله بيريام ميل زي ما شفناها في المحادرة اللي فاتت وبعد لما نخلص البيريام ميل بجميع الأوضاع بتاعتها بنسقيه كوباية بيريام تاني بيريام سائل يعني اللي هو زي اللبن كده وبنقول له انتظر في الاستراحة ولا في الحتة المخصصة وبعد كل أو كل ربع ساعة تاريباً في الحدود ديات بنعمل فيلم كبير على بطن المريض وبنتتبع فيها سرايان البيريام في الأماكن المختلفة بتاعت السمول انتست والفحص طبعاً بيشمل الفحص كامل للصمك والديودينا الكاب والباول اللوبس بما فيها الجوجينم والإيليم وبنفضل ماشين طبعاً وضح الفرق بين الجوجينم والإيليم ان الجوجينم في ميكوزة بيسموها فيزري يعني عاملة زي الريش كده أما الإيليم مفوش المنظر بتاع الميكوزة ده وعشان كده احنا بنعرف على طول من من الأشعة ان ده هوت المنظر بتاع الجوجينم وبتاع الإيليم ده اللي هو بيقولوا عليه في الأشعة فيتشارلس يعني ملوش مواصفات فيتشارلس يعني مفيش ميكوزة أملس كده زي ما حضراتكم شايفين ونفضل ماشين ورا البريم بناخد فيلم إلى أن يصل البريم إلى الاستندي وفي تلك اللحظة بنبتدي نعمل محاولات ونجيب المريض شمال يمين وندوس على بطن وكده أمينج أن نحن نشوف الآخر حتة في الإيليم وهي داخل في السيقم اللي نسميها The Terminal إليم وليه وليه الفرق والحرق دوت بالذات وليه أنا مهتم بالترمين الإيليم دون عن جميع اللوبس اللي فاتت لأن معظم الأمراض بتاعة السمول بول بتبقى متركزة في الترمين الإيليم وأشهر واحد على الإطلاق اللي هو الكورونز ديزيز مكانه الأصلي هو الترمين الإيليم عشان كده إحنا لما كنا نواب يعني لو كنت عملت بريم ميل فولس رو قعدت صهران جنب العيان والصبح ما عرفتش تصور الترمين الإيليم ولا السيقم كأنك طبعا ما عملتش حاجة وتسمع اللي ما يصركش من الجماعة اللي انت عرفه في زمن ما كان الفحص دوت عجوبة الزمان وكل لما تدخل في امتحان تتسيل عنه كده اللي هو اسمه سمول باو الإيليم انت عارف ان الإيليم دي بتاعت الكون والإيليم بتحسن لما تدخل الحونة الشراجية في الريكتوم وتحين فدوت عشان فيه تدخل انبوبة من بق المريض وتفضل ماشي بالانبوبة ديت لحد لما توصل إلى السمول باول اللي هو تعدي بيها الاسطمك وتعدي بيها الاسطمك 10 وتوصل إلى أول حتة في السمول باول اللي هي أول منطقة في الجيجين وبعد كده تبتدي تحين البيريام وممكن تحين معها حاجة اسمها ميسايل سيليولوز لشان يعمل كوتينج اللي الميكوز كويس وكده بتعود تصور بقى كل حتة يعني مثلا انت حقنت هنا شوية بيريام قبل ما تلحوس الدنيا تصور المنطقة ديت وبعدين تحين كمان شوية وده تأثير الميسايل سيليولوز انه بيخلي الميكوز والمنظر لطيف جدا الحقيقة وتقدر تشوف بينه بوضوح وتكبر وتصغر وتيجي وتفرق وتحرق وكل الكلام ده هو على اساس انك انت لما بتدي البيريام عن طريق الشرب الانتستن كلها بتاخد البيريام او بتتسبق بالبيريام وكله بيركب على بعض لكن لما انت يكون متحكم فيه سرايان البيريام تحين شوية وتصور وتحين شوية وتصور فبتدي الى حد ما طريقة افضل ولكن زي ما انت شايف الفحص مزعج جدا سواء للمريض او للدكتور بيستهلك وقت طويل جدا وعشان كده هو تراجع وحل محله الجماعة بتوع الـ CT والـ MR وبقى عندنا حاجة اسمها CT انتراجرافي وMR انتراجرافي وفيه حاجة اسمها CT انتيروكلايسيز وMR انتيروكلايسيز الفرق بين الانتراجرافي والانتيروكلايسيز ان في الانتيروكلايسيز بتدخل هنبوبا والأنبوبا ديت بتدخل من مناخير للمريض وتوصل لحد الاستمك وتعدي منها شوية وبعدين تحقن اللي احنا هنقول عليه اما الانتيروكرافي سواء كان بالـ CT ولا بالـ MR فالمريض بيشرب ما بيشربش طبعا سبق ولكن بيشرب منيتول وال المانيتول دهوت او فيه مصال سيليروز فيه حاجات كتيرة ممكن تستخدم معها الكلام ده وفي نفس الوقت تحقن حاجة تهدي حركة الانتستن زي الباسكوبان مثلا بحيث ان تدي فرصة للحاجة اللي شربها المريض انها تملى الانتستن كلها وتشوفها بطريقة كويس بنعمل الاول سيتي بعد لما المريض يتحضر ويشرب اللي منيتول والكلام ده كله بنعمل سيتي من غير سبغة وبعدين بنعمل تراي فيزيك سيتي سيتي طبعا السيتي اللي منغير سبغة عشان تستطلع الموقف يعني وكده وبعدين السيتي اللي بالسابغة عشان تشوف نمرت واحد الفيسلز اللي هي السوبيروميزنتيريك والإنفيروميزنتيريك اللي رايحين للإنتستن هل هم بيتنت ولا فيهم سورومبوس ولا مقفولين ولا حاجة دايسة عليهم والكلام ده وبعد كده بتبص بقى الإنتستن والجدار بتاعها نمرت واحد بتشوف تخن الجدار لو الجدار تخين معناها انه ملتهب او فيتيومر او حاجة زي كده لكن لو هو طبيعي كده بيبقى بيبقى مفوش مشكلة بعد كده بتبص جوه ال على كوباب او كتل او فلنج ديفيكت او ماسز او حاجة زي كده لان انت عارف ان السمول باول مفهاش خالص اكل صلب يعني مزايا الكولون كده فيه في كلمتر وبتاع الانتستن فيها مية فلو لقيت فيها كورة تعرف ان ديت حاجة مش مزبوطة وان ده قد يكون بولب وقد يكون تيومر وقد يكون اي حاجة بعد كده تشوف ازا باول ستقول لي طبعا ان الدنيا ركبة على بعضها كده لما بيكون فيه بتبقى بين وهو ريلك وبعدين تشوف الانهانسمن طف دا وال يعني الطبيعي لما تحن سبغة جدار الانتستن بياخد سبغة افرد حتة من الجدار خدت سبغة وحتة مخدتش سبغة يبقى حتة اللي مخدتش نفس الحكاية بالنسبة للامر عندنا امر انتروجرافي والمريض بيشرب منيتول او انتيرو كلايسيز وبتدخل انت الانبوبة وتعين فيها المانيتول طبعا في الوقت اللي احنا فيه مبقاش فيه الانتيرو كلايسيز لكن الانتروجرافي منتشر زي ما انتو عارفين يعني وانه هو بعض الناس بتعتقد يعني في انه ليه فايدة تشخصية عظيمة وحاجات زي كده وانا الحقيقة في رأيي وقلت هذا الكلام في اكتر من مؤتمر انه التكلفة بتاعته ما تقابلش الفايدة منه لان كل الحاجات اللي بتتشاف في الانتروجرافي بتتشاف في الستي العادي وطبعا انتو عارفين ان مفيش اي تكلفة اضافية للانتروجرافي على السيتي العادي او الام وار عادي غير الزي المانيتول اللي المريض بيشرب ومع ومع ذلك بتلاحظ فرق جبار جدا في الفرق في التمن ما بين ده وما بين نه طبعا في ناس كتيرة بتسترزق من وراء الموضوع دوت الانتروجرافي ومع ذلك بتاعته وانا قابلت يعني شوية من العالم ديت في بعض المؤتمرات وكان الحجة بتاعتهم ان الجايد لاينز العالمية بتقول ان لما يكون واحد عنده ما عربش ايه نعمله ما عربش ايه والكلام دي لكن انت عارفين طبعا انا رأي في هذا الموضوع ان الجايد لاينز العالمية بتطبق في اوروبا والدول المتقدمة لان المريض ما بيدفعش حاجة والتأمين هو اللي بيغطي المصاريف اما عندنا احنا لما تيجي تطبق على الواحد الغالبان الجايد لاينز العالمية وانت اصلا مش فاهم فايدة الجايد العالمية لكن انت بق بس كده بتنقش من هنا وتروح هنا بيروح المريض مسكين يبيع حاجة من الحاجات اللي موجودة في البيت عشان يعمل الانتروجرافي ده اللي هو ما بيضيف اي حاجة خالص على الفحص العادي و يعني مش عارف هوصف لكم الناس دي بيبقى منظرها بقس اللي هم الدكاترة اللي يعني بتتعامل بهذه العمولة وبتدافع عنها وكده ما علينا المهم عند لما المريض يشرب المانيتول او الميسايل زيلولوس وتحقنه البسكوبان بيملى المياه ديت او اللي هو شربها بتملى الانتستن بتصوره بأهم حاجة صور الكورونا اللي على فكرة لان بتدي منظر عام للبط بتعمل تي وان حيث المياه سودة وبتعمل تي تو حيث المياه بيضة وبتحقن سبغها علشان تشوف الانهانسمنت بتاع الكدار بتاع الانتستن وتشوف اذا كان حتة خدت سبغها ولا ما خدتش سبغها الحاجات اللي احنا قصدنا في الانتستن هم تريبا نفس السكة اللي احنا مشيين فيها من الاول وبنبتدي بالدائف رتيكلي قبل الدائف رتيكلي في موضوع كلكم بتشوف اللي هو الانتستين المون الروتيشن انت عارف ان معظم السمول بول بتبقى على نحية الشمال من الاسمين والكولون بيكون على نحية اليمين في بعض الاحيان نتيجة الروتيشن ده اللي هو بيحصل اثناء الحمل وكده بيحصل حاجة ما بتلفش تروح في مكانها فبتكون الاسمول بول كلها نحية اليمين والسيقم نحية الشمال والمريض ما بيحس باي حاجة خالص والامور ماشية وكل شيء تمام فاحنا لما بيكون فيه بنجيب سيرته في التقارير ولكن المهم بالنسبة لنا ان ما فيش انتستين الابستركشن وما فيش حاجة مدايقة المريض دايبرتيكلي وزاي ما انا قلتلك كل الجي آي فيها دايبرتيكلي الأصافجس والاستمك والسمول بول وأشهر واحد على الإطلاق هو الكول فالدايبرتيكلي لما بتكون كتيرة وكبيرة بتبان يعني زي ده وزي ده وزي ده وزي الكبير جدا دوت وكده كل ديت عبارة عن دايبرتيكلي في السمول انتست طبعا دايبرتيكلي لما تكون كتيرة جدا كده الأكل بيركن جوا وطالما الأكل بيركن جوا ندخل بقى في يعني فرمنتيشن وينفكشن والتهابات وينفاجر وينزف يعني حاجات كتيرة جدا ومال أبزوربشن يعني الشخص بيأكل كويس لكن شكله تعبان وخسس وكده لأن الحركة الطبيعية بتاعة الأكل في الإنتستن ما هي مزبوطة مثلا دي واحدة ستة عندها 82 سنة وعندها مال أبزوربشن أبزوربشن وعندما عملت بريم ميل فولوس رولي عندها كمية ضخمة جدا بإد الضاي برتيكل أبزوربشن جدا 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 أيام زمان وكنا لما ندخل الامتحانات جولنا أفلام منها البرازايتس أو الديدان اللي موجودة في البطن وأشهر حاجة هي الأسكاريس وطبعا فيه حاجات تانية كثيرة لكن هو الأسكاريس هو الوحيد اللي كان بيبان كويس وطبعا في وسط البريم ميل فولوس رو وفي وسط الفزع بتاع الامتحان وكده بيبقى صعب عليك قوي انك انت تاخد بالك من الحاجات اللي هي موجودة جوا اللي اسم قول بقى قولك ان ربنا لو أراد هت تاخد بالك وتشخص ان ديت كده والحمد لله دلوقتي الحاجات ديت ما بقتش موجودة وكمان الناس اللي هي كان عندها الأفلام ديت ما بقتش موجودة ني بعد كده لي الكرونز ديزيز ودوت أشهر أشهر انفلامتري ليجين بييجي في الجي آي بالذات في السمول باو وزي ما انت شايف في الصورة المعبرة جدا ديت انه دايما بيأفكت آخر حتة في الإيليم يعني دخلة الإيليم على السيكو وانه غالبا بيعمل يعني شايف انت الإيليم الكويس دوت والحتة اللي أفكت ضيئة جدا وانه غالبا بيعمل فيستولا وانه يخرم الانتستن ويشبك في الانتستن اللي جنبها ويعمل توصيل وحاجات زي كما دولت تقريبا المانيفستيشن المشهور بيها الكورونز ديزيز وهو دايما بيجي في سن الشباب وانه بيأفكت اي حتة اي حتة في الجي ولكن المكان الاصلي بتاعه هو ديز بارت اللي هو ديترمينال ديترمينال الهيلي اللي بيحصل بيقولوا عليه جرانيولوميتس افكشن اف ديترمينال الهيلي بيكون النتيجة ان الجدار بيدخن قوي والليومن بيضيئ ونتيجة الالسرز اللي هي بتحصل في البطانة بتاعة الترمينال الهيلي بيبان البتاع زي المدبب كن بيسموه روز ثورن يعني شوك الوردة وانا جبت لك الوردة والشوك بتاعها عشان تقارن ما بين الاتنين بغض النظر لان انت لما تلاقي الترمينال الايليم داية بالذات على مسافة طويلة يعني لوب كبير كده هو بتعرف على طول ان دوت غالبا بيكون نتيجة الكورونز ديزيز في بداية الكورونز ديزيز بيكون في شوية ألسرز صغيرة وبعدين الألسرز بتكبر وبعدين الحتة السليمة من جدار الانتستن بتضطر تكبر في الحجم عشان تعوض الوظيفة بتاعة الحتة اللي حصل فيها التهاب وبالتالي بيظهر المنظر دوت لما بيسموه قبل ستون يعني زي الجدار كده تقريبا بتلاقي مربعات أو مدورات موجودة في ترمينال إليم في البلاد بتاعتنا ما بنشوف الكلام دوت كتير لكن بنشوف الستريكشرز بصورة أكبر فأنت لما تبص على البريم الفولوسرو ديات لايه فيها كل حاجة مظبوطة مع عدد ترمينال إليم عمل زي الفتلة كده والكاليبر بتاعه مش منتظم وكده تعرف على طول إن ده هو الكورونز ديزيز أي حاجة بتعمل التهاب في الانتستن سواء في الكولون أو في المنظر ده في الستين المنظر الجدار تخين جدا واخد زبغة لأنه ملتعب واليومن اللي هو التجويف اللي بيمشي فيه الأكل بقى ديق جدا جدا زي ما انت شاهد طيب أنت دلوقتي لسه قايل إن أي حاجة التهاب بيعمل كده يعني الكورونز بيعمل كده والألسراتيف كولايتس بيعمل كده وعفريطايتس بيعمل كده إزاي أنا أعرفهم من بعض بعرفهم بالمكان فلما بص كده على ال ال ستي ولائده هو الترمين الإليم أعرف إن ده كورونز لو لقيت وكولون أعرف إن ده أرسراتيف كولايتس إزاي ما أقول لك بعد كده ده بقى الخزعبالي بتاع ال انتير وال ال انتيروغرافي في الانتيروغرافي بتعمل كورون وبتعمل تي وان و تي تو ده تي تو طالما المية بيضة وبتحن سبا فأنت عندك لوب هنا إن إنت شايفه ده الجدار بتاعه تخين والليومن بتاعه دي والجدار واخد سبا الخير يا ساعة تلبي المتاع كورونز ديزيز طالما اسمه بقول كورونز ديزيز طبعا الناس اللي هم بتوقع برا علشان كل واحد مسيك له حتة وعمال يشتغل فيها فقال لك من علامات الكورونز ديزيز حاجة اسمها كومب ساين يعني المشت كومب يعني كومب ساين يعني المشت فات لما تيجي تدق فهي الجدار بتاع الحتة اللي فيها الديزيز تلاقيه مش هرشر كده زي المشت تعيب افرد انت لقيت الجدار تخين بس مفيش مشت تشخص كورونز ولا لا تشخص طبعا لكن لو لقيت الجدار بيقول لك ان ساعتها بتقول ان الديزيز ده اكتف يعني شغال والالتهاب دلوقتي على اشد وكده بغض النظر من مميزات الكورونز ديزيز ان هو بياخد حتة ويسيب حتة وبعدين ياخد حتة تانية ويسيب حتة تانية وهكذا ديت اسمها skip lesions skip lesions فانت تلاقي حتة ضيقة في small intestine وبعدين حتة كويسة وبعدين في حتة تانية مكان ضيقة بعدين حتة كويسة وبعدين مكان ضيقة وحتة المميزات بتاعة الكورونز ديزيز ومن المميزات بتاعته كمان الفيستلة انك انت تلاقي ادي الترمينال اليوم وحلته بالقرب وفي بريم كده ماشي من غير من غير اناتومي يعني مفيش لوب عامل كده لكن ديت فيستلة مبين من الترمينال اليوم الى اللوب اللي جنبها لو هما الاتنين متوصلين بيبقى اسمو فيستلة لو هي بس شرت برا كده من غير ما تتوصل بحاجة تانية بيبقى اسمها ساينستراكت طيب انت طبعا في البريم من فلوس رو بتلاقي كل حاجة رقم على بعضها صعب جدا انك انت تدتكت الموضوع الفيستل لدي لكن في بعض الاحيان بيبقى في امكاننا ان احنا نعرف الحكاية نيجي بقى ل ال باول وده معناها ان البلاتسابلاي بتاع الباول ديت تأثر بشكل شديد جدا لدرجة ان الباول هيحصل فيها اسكيميا وجنجرين وفي الوقت دوت لازم الباول ديت تتشال وإلا المريض هيموت قليل قوي الاسكيميا في السمول باول لان عندها كمية ضخمة جدا جدا من البلاتسابلاي وفي انستموز ما بين السبيروميزنتاريك والانفيروميزنتاريك يعني فيه شغل جمل جدا وبالتالي الاسكيميك باول كتير في الكولون لكن قليل في السمول انتست طبعا احنا لما بيحصل الاسكيميا في اي حتة في الجسم كله اول ما الدم يتقطع او يعني يقل نحية الحتة اللي هو رايح لها تورم على طول يعني يحصل فيها ادمتس اتشينجيز الادمتس اتشينجيز ديت ليها اسباب يعني انت عارف الخلية فيها حركة دائمة مستمرة حاجات دخلة جواها وحاجات خارجة منها من عن طريق السلم مبري وفي حاجة اسمها The Sodium Bomb Mechanism بغض النظر عن الموضوع دوت لكن اول ما الخلية اتدم يقل عنها العملية التبادل دي توقف وبالتالي الحاجات تتحبس جوه الخلية وبالتالي تورم واذا الامور اتحلت بترجع زي ما كانت اذا الامور ما اتحلتش الخلية بتموت وتنفجر دي قضية تانية فانت في اي مكان في البرين في الانتستن في الوداع في اي حتة اول ما تدمي يقل تبتدي يحصل اديمة ولما يحصل اديمة تلاقي المنظر زي ما انت شايف كده الميكوز الفولد اللي هي كانت رفيعة زمان ما شفتها في النور مالاناتومي بقت خينة جدا بسبب الاديمة انها بقت اديمة اسكيمة هتقول لي هو الاسكيميا بس اللي بتعمل الاديمة قولك لا الاسكيميا والانفلاميشان والترومة والجراحة واللي واللي كل ده بيعمل هتقول لي طب ازاي انا عرف ان الاديمة دي بتاعت الاسكيميا ما بنعرفش ما بنعرفش اده بتقول ان دي اديمة اسباول والاديمة اسباول دي ممكن يكون سببها كزا حاجة التهاب واسكيميا بليلي للي نبتدي نشوف الكلينيكل وبتدي نأسس البلاد سبلاي بتاع الانتست ده المنظر اللي لو المشكلة ما تحلتش الخلايا بتنفجر وتموت والانتست بتتحول الى خرطوم رفيع ما عندوش ولا ميكوزا ولا اي حقوق خلص دي اسمها chronic ischemic فبتلاقي الانتستين كلها على بعضها او حتة كبيرة منها رفيعة جدا زي ما انت شاهد لبقى الاولاني دوت اللي هو acute ischemic changes بتاعت الدمتس ميكوزا والتاني دوت اللي هو chronic chronic ischemic changes بتعرف انت الحكاية ديت من LCT ازاي؟ بتبص على الانتستين بتلاقي جدار الانتستين واخد سبغة يبقى الحتة ديت صحية وصل لها دم جدار الانتستين مش وصل له سبغة هو هو نفس العيان على فكرة وقادي السبغة هي موجودة في الإيليك وفي السلس وكده لكن مفيش enhancement في الوقت طبعا لما بيحصل ischemic changes حركة الانتستين بتوقف وبالتالي بيحصل الاليس اللي هو زي الاوبستركشن بالزبط فانت بتلاقي جوة الانتستين multiple fluid levels يعني في اوبستركشن زي اللي احنا منشوفها في البلين اكسري يبقى لما تبص كده على الجدار بتاع البول وتلاقيه واخد سبغة تعرف ان البول دي صاح تلاقيه مش واخد سبغة تعرف ان البول ديت ischemic اه لو الامور استفحلت بقى بيحصل gangrene او الانتستين بتموت وبيبتدي يطلع هوا في الجدار بتاع البول زي الهوا اللي بيطلع في القدم السكري والحاجات زي الدي والهوا ده بيعرف يوصل للبورتل ويوصل الى البورتل برانشز اللي موجودة جوة الليفر اول ما تشوف العلامة دي تعرف ان المريض توفى الى رحمة الله لان هذا المنظر هو بالضبط اللي بيحصل في القبر فاول ما المتوفى يدخل القبر وتتدي عملية البيوترفاكشن او التعفن وكده يطلع هوا في الانتستين والهوا يوصل للبورتل تراكس وبعدين يتنفجر البطن وبعدين الدود واللي انت فاهموه فهذه العلامة اللي هو هوا في البورتل سيركيليشن واحدة من العلامات الخط مش الخطيرة ما فيش بقى وقت لان خلاص المريض بيكون غالبا غالبا مات وده وتعكس الهوا اللي بيكون موجود في البايل داكت انت عارف في بعض الاحيان لما تركب انبوبة في البلياري سيستم زي ما هنقول بعد كده او تعمل عملية وتوصل كومن بايل داكت بالجوجينم اللي اسمها كوليدكو جوجينوستومي بيدخل هوا جوه البلياري سيستم والهوا بتاع البلياري سيستم بتعرف من الهوا اللي جوه البورتل تراكتس بان الهوا بتاع البلياري سيستم يستحيل يوصل لحد حرف الليبر لحد الكابسول بتاعت الليبر اما لو وصل كده فتعرف ان دا بورتل هوا وتعرف انه علامة سيئة للغاية بالنسبة للمريض بعض الناس اللي هو من محبي الترايفيزيك عشان خطر العمولة وخلافه لما يعني يكون فيه شك في ان فيه سمول باول اسكيميك اتشينجس وكده بدل ما يعمل دوبلر وبدل ما يعمل سيتي عادي يعمل ترايفيزيك الصدي وده هو سيتي عادي جدا 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 وفيه البانكرياتيك هيت زي ما قلنا في الاناتومي وفيه السيبيريوميز انتيريك ارتري والفين الفين كبير والارتري صغير وجوه الفين فيه اللي هو السروموس ولا كغير وانت شايفة تخروم العين من غير eradication والعفريتازر فا... ا Vlog لا انا بقولي الكلام دو وده مهم دو ودي حاجة مهمة جدا ليك انت عشان تبقى عارف الصح من الغلط اا.. وانا عارفنا انت فى بعض الاحيان ما بيكونش عندك سلطة تتخذ القرار لكن لو انت باعتبرك شغال في المهنة وحد سألك او قرائبك او كده وحبيت توجيهه فتبقى عارف الصح من الغلط ان ترايفيزيك سيتي بيعرض المريض اربع مرات للاشعة من غير اي لازمة في حين ان سيتي العادي بالسبوة ممكن يجيب الشغلانة دي او الدبلر ممكن يشوفها بمنتهى البساط نيجي بقى لانسداد الامعاء اللي هو small bowel obstruction الاف الحاجات اللي بتسد small bowel من ضمنهم مثلا crons disease اللي احنا لسه نبينهم شوية من ضمنهم الاسكيميا مثلا اللي هي ممكن تعمل من ضمنهم strictures يعني بالزاد بعض الجراحة والكلام ده كله ممكن يحصل كده من ضمنهم trauma حاجات كتيرة جدا ممكن تقفل small intestine لما بتتقفل بيعملوا زي ايام زمان فيلم سوبغاين وفيلم erect علشان خاطر نشوف الارف اللي ودلابس حيلا لقيت ميكوزة زي اللي انا مشاور عليها دي فتعرف ان ده جوجنم لان الاليام featureless مفوش حاجة يبقى الانسداد في اخر الجوجنم والاليام collabs ما فيش اي حاجة خالص هي طيب ايه سبب الانسداد يا ساعة تلبيه ما نعرفش من البلين فيلم في الغالب ما بتعرفش ايه هو في الغالب ما بتعرفش ايه هو سبب الانسداد فاحنا بنعمل مثلا ايه ايكس رايل نايم وواتف ولقينا ايه الفلويد لابل زي بقى فيه obstruction طيب عاوزين نعرف ايه الاوبستركشن دوت فاني حتة بالزبط وايه سبب الخطوة اللي بعد كده ان احنا نعمل CT والCT مش لازم يشرب مش لازم يشرب سبب يعني هتشوف المكان والمتاع من غير اي حاجة خاصة. طيب عملنا CT وليقينا multiple air fluid levels معنا كده ان فيه obstruction. وبصينا على الانهانسمنت بتاعة الجدار لقينا الانهانسمنت عادي. ومعرفناش نلاقي جنس سبب للابستركشن يبقى غالبا دوت نتيجة الادهيجنز. الناس كانت معتقدا ان عشان ينشخص الادهيجنز لازم بطن المريض تكون تفتحت. وهذا الاعتقاد مش صحيح لان مجرد الواحد يجيله التهاب زايدة بريتون لليلي للي ممكن يعمل الادهيجنز وتقفل السمول السمول باور. لكن اشهر سبب على الاطلاق هو الجراحة. بالذات الجراحات الكبيرة يعني وكده اللي فيها فرقه وحرقه جوه بطن المريض ممكن تعمل هذا. فاذا لقينا السبب خير وبرك. ما لقيناش السبب يبقى غالبا الادهيجنز هي السبب. ده هوت ابستركشن ان ده كولون وعرفنا الكولون لان الهوسترة موجودة فيه وهو بريفرل والايرف لويد ليبلز بتاعته طويل عريض. حملنا سي تي لقينا ان الكولون فيه كارسينومة. والكارسينومة ديت هي الافلة الكولون. وفيها الشولدر وفيها المواصفات بتاعت الابل كور زي ما احنا قلنا قبل كده. احد الاسباب بتاعت الاوبستركشن ان الانتستين تلف على نفسها عند الروت بتاع الميزنتري. فانت عارف الروت بتاع الميزنتري ماشي فيه السبير الميزنتريك ارتري والفين جنبا الى جنب. وهم اللي احنا بنعلم بهم البانكرياتيك هيت. لما الروت بتاع الميزنتري يلف حوالين نفسه بتلاقي يا اما العلاقة ما بين الاتنين دولة اختلفت يعني ده جينا حيادي او اي يا اما هما الاتنين عاملين زي الدوامة اللي انت لسه شايفة دلوقت. فانت لما تيجي هنا عند الروت ميزنتري تلاقي دواير دواير دواير. لان الانتستين لافت على نفسها. وبالتالي بقت اوبستركتد هتلاقي الانتستين كلها ضيليتد وكمان فيها اير فليود ليفلز. ديت اسمها ميزنتريك فولفلس او اسمها ميد جات فولفلس. فاكر انت طبعا الفولفلس بتاعت الاستومك اذا بتتقلب على نفسها وكده. وهنا هوت في فولفلس اللي هي بتاعت الميزنتري في الكولون في فولفلستين. هنقولهم بعد كده. يبقى انت علشان تشخص الميزنتريك فولفلس موضوع سهل جدا. تروح عند البانكرياتيك هيد وتشوف الميزنتريك ارتري والفين. لقيتهم دي العلاقة ما بينهم الطبيعية. الارتري ناحية الميد لين. والفين ناحية الليبر. والارتري صغير. والفين كبير. ولما تلاقي بقى الدوامة ديت تعرف ان فيه ميزنتريك فولفلس. وتعدد هذا التشخيص بانك انت بتلاقي ساينز اوف انتستاينال اوبستركشن. واحد من الحاجات المعروفة اسمه جونستون إليس. عبارة عن مريض. مريضة غالباً بيكون واحدة ست. وعندها حصاوي في المرار. والحصاوي ديت من النوع الفاخر. يعني مزالاتك كده. حصاوي كبير. ونتيجة ان الحصاوي دي قعدت فترة طويلة جوه المرارة. حصل ان الجدار المرارة من كتر الانتفاخ والشدة بتاعته بقى رفيع واسكيميك. لدرجة ان الحصوة اللي موجودة جوه المرارة عارفت تخرج من المرارة وتنزل في الاسمه عشر. طبعاً دي عملية يعني عارف انت معقدة جداً ولازم يكون فيه التهاب. خلى المرارة تلزق في الاسمه عشر ويبقى الاتنين متوصلين ببعض. المهم. نزلت الحصوة في الاسمه عشر. فضلت تمشي تمشي في الانتستن لحد لما وصلت الى اديق مكان اللي هو الترمنال اليوم. ورحت توقف. لما وقفت فسدته. لما سدته حصل ابستركشن للباول اللي قبل منه. اللي هو الاليوم الباقي والججنم والكلام ده كله. وحصل ايه الفليود لابس. زائد الحصوة وهي خارجة. من الجول بلادر الى الاسم عشر دخلت هوا جوه البلياري سيستم. اصبح فيه تراياد يعني سلاسي. والسلاسية دي معروفة باسم الراجل ريكلر اللي هو بتاع النومو بريتونية. قالك لما تلاقي اسمول باول اوبستركشن. وتلاقي هوا في البيلياري سيستم. وتلاقي حصوة في الانتستن. تعرف ان ده هو اسمه ايه? جولستون اليوم. طائم. الناس بيقول لك اه 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 عشان هتسمع الكلام دود. اليوم يعني ابستركشن من غير ابستركشن. يعني ايه? يعني مفيش حاجة سدت الانتستن لكن الانتستن وقفة. وده بيحصل دايما بعد الجراحة. لما تفتح حصوة البطن وتقفلها. وبالما الانتستن ترجع تاني تتحرك وكده بتاقت سواية وقت دوت اسمه ايليس. اما لو لو كان في حاجة سدت الانتستن سواء كانت حصوة او او ادهيجنز او بتاع يبقى اسمه ميكانيكال اوبستركشن. فالمتحزلقين والمتفزلقين يقول لك ده مش ايليس ده ميكانيكال اوبستركشن صح? لان في حصوة هي لسدت الانتستن. هم المسامينه اليس لها سعاد تلبيه. لاتلاعوا اه 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 اللقوا الاسم كده. يعني لما انت في حاجات اه 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 لكنها تسميت كده ولزقت فيها كده فتعمل لها إيه؟ هي اسمها إيليس بس هو مش إيليس هو مكانيكال أبستركشن فانت متلاقي هوى جوى البيلياريسيستر وتلاقي إنتستينا الأبستركشن يعني إيرفليوتليم وتلاقي حصوى جوى الإنتستين دوت اسم مجولستون إيليس في مرة مش يعني من قريب حبتين شخصت حالة زي كده إيجا الراح اعترض جدا وقال مفيش حاجة سماء كده This is very rare disease وشوفونا تشخيص غير كده القضية كلها يعني زي أقولك يعني this is not very rare disease بالعكس هو موجود ومعروف وبتشاف وكل حاجة تمام لكن إحنا مشكلتنا الأصلية أن في ناس توقفت عن القراءة وعن الاطلاع وعن البحث منذ أن حصلت على الشهادة الكبيرة اللي اسمها الدكتوراه وهذا الاتيتيود ما ينفعش أبدا بتاتا البتة مع الدكاترة ولا الناس اللي بتشتغل في الميديكال فيلد إن هو يبطل يتعلم وبالتالي فيه حاجات كديرة جدا من اللي هو عرفها بقت غلط وهو مش داريان يعني وبيعمل مشاكل جامدة جدا ويتسبب في إن المريض يتخانق مع الدكتور والكلام ده كله لكن هو الموضوع الجهل ده يعني سمة العصرة زي ما بيقول يبقى عندنا هوا في البلياري سيستم وخلي بقى لكن الهوا في البلياري سيستم لا يمكن يوصل إلى الليبر كابسول وعندنا أبستركشن عشان فيه شوية في الليويد ليفلز وعندنا حصوة موجودة في المداد فيه نقطة مهمة إن أيام زمان لما كنا بنعمل المريض إنما علشان ننظف الكولون وكده كان بيتبقى شوية مية جوة الكولون ولما تعمله سيتي تلاقي في الليويد ليفل ده مش معناها أبستركشن وانت كمان وانت بتعمل السيتي لو لقيت في الليويد ليفل واحد بس ده مش معناها أبستركشن لازم يكون شوية وقتار واضحين وفي جميع الصور من ضمن الحاجات اللي أنا قلتها لكم فيه اليورينري موديول أن بيبقى فيه هنا هيرنيا الانجوينة الهيرنيا ممكن بعضكم يعني يكون عنده وبينزل في الهيرنيا دي ساعات جزء من البلدر وساعات ينزل فيها انتستن والانتستن أشهر بكتير من اليورينري بلدر فإفرد الانتستن دي تتزنقت عند العنق بتاع الهيرنيا هتقفش وهتعمل أبستركشن زي اللي انت شايفه دوت كده وديت واحدة من العلامات مش العلامات الأشعاعات المشهورة جدا في الامتحانات بتاعتنا اللي هي الحتة اللي في آخر الفيلم اللي مقطوشة اللي محدش بيبصلها علشان ايه يختبروا قوة الزكاء بتاعها وده الانتستن جوه السكروتم وهي ضايلاتد وفيها فليود ليفل معناه انها مزنوقة انها فيها اوبستركشن اخر حاجة الاوراب اللي بتطلع فيه السمول باول السمول باول هي اطول جزء على الاطلاق في الجي اي يعني المريء والمعدة والقولون دولة ربع طول اما الانتستن تلت تربع طول ومع ذلك ببيطلعش فيها تيومورز كتير وزي ما انا ماشي معاك من زمان احنا عندنا برايمري تيومور وعندنا لينفومة وعندنا متاستاتيك دوبوزتس لما تدخل بعض المستشفيات الكبيرة تلاقي فيه بوستر كده متعلق في المدخل يقولك اكشف على السمول انتستن بتاعتك عن طريق الامار الصناعي فالفيديو كابسول ديت عبارة عن كابسولة كده بيبلحها المريض وانت بتشوف الحركة بتاعتها على المونوتور وبتبص بيها على جدار الانتستن وبتشوف اذا كان فيه قرحة اذا كان فيه ورم اذا كان فيه حاجة بتنزف الكلام اللي انت ايه اللي انت فهمه ده انا الحقيقة ما اعرفش فعالية هذه التكنولوجيا وفي نفس الوقت ما اعرفش التكلفة بتاعتها كان يمكن انت تذكر هذا البوت شوجر سندروم اللي هو بيطلع بوليبس في جميع انحاء الجاسترو انتستنال تركت ومن ضمنها طبعا السمول انتستن وان هو بيتشخص اصلا بمنظر المريض انك انت تلاقي سيركم اورال بيجمينتيشنز اللي هي حوالين البق وكوتينيس بيجمينتيشنز في الايدين والرجلين لما تعمل انتروجرافي ولا مش انتروجرافي هتلاقي ان فيه كتل موجودة في السمول انتستن وانا قلتلك ان السمول انتستن مفهاش كتل فاول ما تلاقي هذا المنظر تعرف على طول ان دي حاجة ابنورمل وان هي بولد وطالما ان دولت كتار كده يبقى بولوبوزيس واشهر واحد في البولوبوزيس على الاطلاق هو البوت جوجر سندروم ودوت منظر تاني كمية ضخمة جدا من البوليبس موجودة في السمول انتستن وهنا واللي متشاور عليهم دول كل دولة عبارة عن بوليبس لان السمول انتستن مفهاش فيه فيها اكل فليود مهضوم يعني مفهاش كتل السمول باول ممكن يطلع فيها كارسينوما وممكن يطلع فيها لينفوما وممكن يجي فيها متاستاسيز زي الاوسافيكس وزي الاستمك هم كل الحتت ديت نفس القضية فمشكلتنا احنا في السمول باول لما يكون فيها ماليجيناسي اللوبس كلها بتكون ركبة على بعض فانت عشان تلاقي اللوب الخربان اللي هو الميكوزة بتاعته مش مزبوطة او الكاليبر بتاعه ووحش وكده عملية شقة جدا لكن البديل اللي كده هو الستين بس في الوقت دوت زي ما انا قلتلك في الاول خالص لما تكون في حاجة متعلقة بالاستمك والاسمول باول والكولنتيس المريض سابغة جاستروجرافين يعني علشان تشوف الحتة ان انت عندك الحتة دي الديقة هي وفيه اوبستركشن قبلها لان الاكل والمية والجاستروجرافين مش عارف يا عدي في المنطقة دي فانت لما تلاقي المنظر ده تعرف ان دي مشكلة ان هي نيوبلازم لان دوت مش زي الكرونز اللي انا ورته لك قبل كده تعيني النيوبلازم اللي موجودة في السمول باول خمى تلاتة زي ما انا قلتلك الكارسينومة والليمفومة ومتاستاسيس جايلها من حتة تانية لو انت عاوز تختار في السمول باول تختار الليمفومة لان هي مور كومن عن الكارسينومة وطبعا فيه كتب كتيرة بقى تتفاسلك في هذا الموضوع لك الكارسينومة فوق يعني ناحية الجوجنم والليمفومة تحت يعني ناحية الإيليم والكارسينومة شورت سيجمنت والليمفومة لونج سيجمنت والكارسينومة بتعمل اوبستركشن والليمفومة ما بتعملش اوبستركشن كل الكلام ده في الهجائز لكن احنا لما نيجي نبص على الانتستن عندنا بعض العلامات ايه هي العلامات؟ السيجمنت الطويلة يعني شايف انت المسافة من اول هنا لحد هنا ديت منها ومعدين كازا سيجمنت اللي هو زي دوت كده هتقول لي استنى بقى عشان احنا ايه هندخل في الغميق مش انت قلت ان الكورونز بيعمل سكيب ليجينز وبياخد حتة ويسيب حتة ولكن الكورونز لو انت فاكر يعني كان حتة صغيرة كده وبعدين ساب مكان وبعدين راخد حتة صغيرة من شايف انت الحتة الطويلة جدا ديت زائد انه عمر الليمفومة ما بتعمل فيستولا يبقى عندنا اول حاجة لونج سيجمنت ممكن توصل لعشرين سنتي ومالتبول سيجمنت وكده فانت بتشخص بيدية انها لينفومة زائد المنظر الشهير جدا جدا انت فاكر المنظر دوت في السطمك قلتلك لما تشوفه في السطمك تشخص كارسينومة لان الكارسينومة في السطمك مور كامن عن الليمفومة اما الليمفومة في الانتستين مور كامن عن الكارسينوم فانت لما تلاقي المنظر دوت في السمول انتستين تشخص الليمفومة اللي هو كده ارتخين جدا وجواه ماشي سابغة او ماشي هوا او اي حاجة زي كان هذا وبالله التوفيق